ما لبث العالم ينتهي من أزمة كورونا حتى دق جدر القرود ناقوس الخطر من جديد فالعالم على موعد للنظر بإعلان حالة التأهب من قبل منظمة الصحة العالمية لمواجهة تفشي جدر القرود بعد رصد أولى الإصابات بالفيروس بين الأطفال في الولايات المتحدة وتسجيل 15300 إصابة بجدر القرود في 72 دولة وفقاً لأرقام المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها لأول مرة ترصد إصابة بمرض جدر القرود بين الأطفال في الولايات المتحدة وهي ناتجة عن انتشار العدوى ضمن النطاق الأسرة ومن المتوقع أن تعلن منظمة الصحة العالمية قراراً يؤكد على ضرورة رفع حالة التأهب لمواجهة انتشار الفيروس في الولايات المتحدة ودول عدة حول العالم والذي بات يثير قلق الخبراء جدر القرود خرج عن السيطرة ولا يوجد سبب قانوني أو علمي أو صحي لعدم إعلان حالة طوارئ صحي عامة تثير قلقاً دولياً وتعود للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية صلاحية إعلان حالة الطوارئ الصحي العامة ما يثير قلقاً دولياً وهو أعلى مستوى من التنبيه لدى منظمة الصحة ويجري ذلك بناء على توصيات لجنة الطوارئ في حين تؤكد وكالة الأدوية الأوروبية IMI إنها وافقت على استخدام لقاح للجدر البشرية وتوسيع استخدامه ضد انتشار المرض في كثير من البلدان بما في ذلك فرنسا وعلى صعيد متصل أعلنت شركة بافرين نورديك الدنماركية وهي المختبر الوحيد الذي ينتج لقاحاً مجازاً لمكافحة جدر القرود إنها تلقت طلبية بمليون ونصف مليون جرعة ستسلم معظمها في 2023 من دولة أوروبية لم تسمها فيما طلبت الولايات المتحدة 2 مليون ونصف المليون جرعة إضافية لمواجهة تفشي الفيروس